أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران ستواجه مزيداً من العقوبات رداً على قرارها بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحضرها الاتفاق بشأن برنامجها النووية الموقع عام 2015 وقال بومبيو في تغريدة على تويتر أن تطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات مضيفاً أن على الأمم المتحدة العودة إلى السياسة القديمة التي تحضر التخصيب مشيراً إلى أن امتلاك النظام الإيراني لأسلحة النووية سيشكل تهديداً أكبر للعالم